السلام عليكم سؤال مهم جدا دايما بيجيني انه يا دكتور هل الالعاب الالكترونية شاشات التلفزيون او التلفون او الافلام والفيديوهات اللي فيها فلاشات من الكهرباء هل يمكن انها تحدث نوبات صراع او هل الاطفال اللي عندهم مرض الصراع يمكن انهم يلعب الالعاب كمبيوتر او فيديو جيم في 16 ديسمبر من سنة 1997 كان في عرض سينمائي لحلقات البوكيمون في اليابان وفي هاي الحلقة كان في بيكاتشو بيهاجم على صاروخ وبيفقع الصاروخ ويعطي شرارات كهربائية بيكا بيكا تارفوا كيف البوكيمون وبيكاتشو فهو يعطي الشحنات الكهربائية عشان يوقف الصاروخ كان في عنا ومضات كهربائية سريعة وقدت في هاي الحال في الاستاد اللي كان يحضروا فيه كان فيه 12 ألف طفل صار عندهم حالات عصبية ومنهم 685 طفل راحوا وعلى المستشفى بسبب نوبات تشنج ونوبات صراع طبعا هاي الحالة تم دراستها بعمق وبينت انه الفلاش والكهراء والضوء السريع عمل على استحتاف نوبات صراعية عند الاطفال اللي عندهم أو الصراع الحساس للضوء فلاشات من الصراع بتكون حساسي للاضاءة وبتكون انشاء تشنجات صراعية بعد التعرض الى هاي الفلاشات من الاضاءة وخاصا اذا كانت الفلاشات ضوء سريعة ومختلفة بنفس الوقت طبعا بما انه كان فيه تقريبا 12 ألف عندهم هاي الاعراض وفيه تقريبا 685 رحوا على المستشفى تم دراست الحالي وبينت انه يعني الناس اللي كان عندهم صراع حقيقي كانت نسبتهم اقل بكثير وطبعا كان التفسير الحالي هو يمكن كان فيه رد فعل نفسي عند الاطفال لما انشافوا الاخرين مرضوا هم كمان مرضوا صار عندهم اعراض وهذا اشي بسموه الهستيريا العامة يعني الماس هستيريا يعني الفلاشات السريعة والاجهزة الالكترونية يمكن انها تحث على وجود النوبات الصراعية وتعمل نوبات صراعية عند حالات نادرة من الاطفال اللي عندهم الصراع العام خاصة واللي بكون حساس للإضاءة في معظم الحالات عند الاطفال وعند كبار السن اللي عندهم صراع ما بيأثر عليهم رؤية الالكترونيات او الشاشات او الافلام او حتى الفلاشات السريعة وما بتعمل عندهم تشنوجات صراعية ولكن اللي بصير انه اذا كان الطفل او الشخص او اذا لعب في الالعاب الكمبيوتر بشكل طويل وما نام وتعب جسديا وعقليا يمكن هذا التعب وعدم النوم واذا حتى ما اخذ الادوية على وقتها الصحيح هذا يمكن يؤدي الى نوبات صراع وتشنوجات يعني مش الالكترونيات بحد ذاتها ولكن التعب والارهاق يمكن يؤدي الى التشنوجات وكمان يعني نعرف انه الالكترونيات والشاشات يمكن تأثر على نمو العقلي للاطفال وافضل انه ما الاطفال يتابعوا هاي الشاشات لفترة طويلة ويتم التقسيط منها ويعني التوازن في الحضور هاي الافلام والكرتون على الشاشات وكمان الالعاب الالكترونية طبعا هاي هي الحقيقة العلمية يعني انه التشنوجات يمكن انها تسوق من الالكترونيات ولكن بسبب التعب والارهاق مش لانه الاضاءة نفسها احكوا لي في التعليقات هل عمره صار معكم تشنوجات او عند اطفالكم تشنوجات بسبب لعبهم على الالعاب الكمبيوتر ولا لا واليوم في كثير من الافلام والالعاب الالكترونية بكون فيها تحذير اذا كان عند المشاهد صراع ما يشوف هاي لانه فيها فلاشات من الكهرباء السريعة من الافلام الجديدي اللي في هذا اللي هيتها من سلسلة ستار وورز واخر واحد اللي هو كان كان في تحذير عن اذا كان في حد عنده نوبات سرع لانه كان في معارك بتصير وفيها كثير من الفلاشات اللي صارت عشان هيك يمكن يكون في السرع يكون يستحط من هذه الاضاءات طبعا يمكن التشنوجات السرعية تظهر على الجسم وعلى الانسان باشكال مختلفة حسب المنطقة اللي في الدماغ المسؤولة عن انشاء نوبة السرع عشان تعرف عن كل انواع التشنوجات السرعية وكيف مرض السرع يمكن انه يصير يمكن تشوف هذا الفيديو وبنشوفكم في الفيديو الجاي والسلام عليكم